في إطار جولة شرق أوسطية قادته إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة واصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان العاصمة المصرية وعلى جدل أعماله مناقشة ملفات عدة في مقدمتها الأوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن وفي المباحثات شددت القاهرة على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وتكثيف الجهود من أجل استكمال بناء المؤسسات الليبية وأجراء الانتخابات في موعدها مساحة التباينة أو التجاذبات هامشية ومحدودة وتتم في سياقات معينة لكن الإدارة الأمريكية تريد أن تطمئن حول ما يجري في ليبيا خصوصاً الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر حتى الآن الصورة غير واضحة القاهرة رتبت سلسلة من اللقاءات أعتقد الإدارة الأمريكية تريد أن تفهم ما الذي يجري في ليبيا بطبيعة الحال من جانب آخر أعادت القاهرة التأكيد على أهمية قضية سد النهضة الإثيوبي ورفض مصر القاطع الإضرار بمصالحها المائية فيما أعرب المسؤول الأمريكي عن التزام بلاده ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري وذلك على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف إثيوبيا تلعب دورا مهما في الاستراتيجية الأمريكية في أفريقيا مصر تلعب دورا مهما في الاستراتيجية الأمريكية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومن ثم تعتقد الولايات المتحدة أنه يمكن الوصول إلى حل وسط يضمن لها عدم تصاعد الأزمة إلى مستوى العسكرة وتهديد الأمن والاستقرار في منطقة قلقة ومرتبكة في الأصل وفي ذات الوقت تحتفظ بعلاقاتها الوثيقة بالطرفين معا القضية الفلسطينية كانت حاضرة في مباحثات سليفان بالقاهرة إذ أكدت مصر على ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروع وتم التوافق بشأن استمرار التشاور والتنسيق لضمان مواصلة تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار التهديئة الحالية من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين مباحثات مستشار الأمن القومي الأمريكي في القاهرة شكلت فرصة مهمة لإعادة التأكيد على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية من جانب ومن جانب آخر طرح القاهرة لرؤياها ومواقفها بشأن ملفات الإقليمية الشائكة وفي مقدمتها الملف الليبي وأزمة سد النهضة الإثيوبي وقضية السلام في الشرق الأوسط سمير عمر سكاينيوز عربية القاهرة